ترأس معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم النائب الأول رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ترأس الاجتماع الثلاثين للجمعية العمومية في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد الاسيوي لكرة القدم وشهد الاجتماع نجاحا لافتا بحضور سيد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأسيوي لكرة القدم ورؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية التي يبلغ عددها 47 اتحادا وأكد معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة أن روح التضامن والوحدة مهدت الطريق لتوفير أسس متينة للعمل خلال السنوات السبع الماضية وساعدت الاتحاد على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد وأعرب معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة عن ثقته بالمستقبل المشرق لكرة القدم الأسيوية مشيرا إلى أنه هناك الكثير من عدم الاستقرار المالي الناتج عن جائحة كوفيد 19 ويتم العمل من أجل ضمان تأمين الوضع المالي للاتحاد وأكدا أن الاتحاد أظهر قيادة قوية وعزما للمضي قدما نحو تحقيق طموحات الأسرة الأسيوية سعدت بلغاء طبعا أخواننا وزملائي طبعا في الاتحاد الأسيوي خاصة للمرة الأولى يعني في تاريخ كرة الغدم الأسيوية نغيم هذا الاجتماع بالطريقة المرئية ولا شك أن الحمد لله بتكاتف الجميع طبعا كان اجتماع مثمر وفي تفهم واضح من جميع الأعضاء عن الوضع اللي مرت فيه الكرة الأسيوية والعالمية وانتمنى أن إن شاء الله عام 2021 يكون عام أفضل من هذا السنة وانتمنى الجميع إن شاء الله التوفيق وما يسعنا أن نشكر جميع الاتحادات على مساهمتهم ودعمهم طبعا لكل أنشطة الاتحاد الأسيوي وتفهمهم أيضا بالنسبة للأوضاع اللي مرئنا فيها نتمنى إن شاء الله بتكاتف الجميع مثل ما قلت أنها تكون سنة 2021 أفضل والتوفيق إن شاء الله للجميع والشكر الجزيز طبعا للجميع الأخوة اللي ساهموا في إنجاح طبعا مصابغاتنا في هذا الظرف الاستثنائي